إلى صناديق الاقتراع توافد اليونانيون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة تجرى قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر الانتخابات تمثل إلى حد كبير حلبة للمواجهة بين متنافسين اثنين الأول رئيس الوزراء الحالي أليكسس تسيبرس المنتمي إلى حزب سيريزا اليساري المتشدد والآخر كيرياكوس ميتسو تاكيس المنتمي إلى حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ والمرشح الأوفر حفظا للفوز في هذه الانتخابات افتضع استطلاعات الرأي حزب الديمقراطية الجديدة في الصدارة بفارق يصل إلى عشر نقاط مئوية وهو ما قد يمنحه أغلبية مطلقة في البرلمان بينما تتوقع أن يمنى تسيبرس بهزيمة نكرأ أعتقد أنه ستكون هناك حكومة أفضل للبلاد ورئيس وزراء جديد هناك الكثير من الأشياء أولا وقبل كل شيء قضية العمل أنا عاطلة عن العمل وهناك أيضا قضية التعليم وقضية الصحة أشياء كثيرة يجب أن تتغير وساس في حاجة إلى العمل من أجل الشعب وليس من أجل جيوبهم آراء بعض الناخبين إضافة إلى الاستطلاعات تقول بوضوح إن الكثير من اليونانيين لم يغفروا لتسيبرس الوعود التي لم يفي بها بتخفيف إجراءات التقشف ولا الضرائب القاسية التي فرضها إذعانا للدائنين الأوروبيين لذا يرى متابعون أن التصويت للمحافظين سيكون في جانبه الأكبر عقابا لليساريين الذين يلقى عليهم باللوم في إثقال كاهل البلاد بمزيد من الديون وسوء إدارة الأزمات ترجمة نانسي قنقر